اهلا بكل متابعنا في الفيديو ده حنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الاسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 24 يونيو وبينتهي بيوم الجمعة 30 يونيو وحنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الاسبوع ده هيكون ايه على موليد برج الجادي موليد الجادي خلال الاسبوع ده عندكم خمسة ايام الحظ بيحلفكم خلالهم والخمسة ايام دول هما يوم السبت والحد وفي اخر الاسبوع يوم الاربع والخميس والجمعة يعني اول يومين في الاسبوع واخر ثلاثة ايام في الاسبوع يوم السبت والحد الامر هيكون في منزل الحظ وده بيديكم الحظ على كل الاسعادة يعتبروا السبت والحد من افضل الايام بالنسبة لكم خلال الشهر ده وفي السبت والحد تقدروا انكم تلتقطوا الفرص اللي تحقق لكم مكاسب كمان هم يومين مناسبين جدا للسفر او العمل رحلة او للتخطيط لسفر سواء كان صفر شغل او فصحة في الحالتين هتكونوا موفقين وتعرفوا تستمتعوا بوقتكم كمان لو عايزين تسعوا لصفر يعني تعملوا انترفيو مع جهات في الخارج هتكونوا موفقين جدا في عمل اي انترفيوز مع الخارج كمان اي حاجة ليها علاقة بالتعامل مع الخارج زي لو شغلكم يتطلب تعاون مع الخارج فحيكون تعاون مصمر ان شاء الله في السبت والحد كمان عندكم استعداد كبير للمعرفة وده يساعدكم انكم تحققوا تطور تركيزكم كبير وتقدروا انكم تحصلوا معلومات اكتر فكمان لو كنتوا في مراحل دراسية هيبقى عندكم تحصيل معلومات اكبر اما اخر تلات يام في الاسبوع اللي هم يوم الاربع والخميس والجمعة فدول تلات يام هيكون تلات يام دول في العيد الامر هيكون في وضع داعم بالنسبة لكم الامر في منزل المشروعات وكمان في منزل الاصدقاء وبالتالي بيديكم الحظ في الناحية الاجتماعية وكمان في الناحية المهنية فهم تلات يام مناسبين لتنمية اعمال او لتنمية مشاريع لو عندكم مشاريع خاصة في التلات يام دول سهل تحصلوا على دعم او مسندة من زملاء في الشغل او رؤساء في الشغل كمان هم تلات يام هيلين للخروج والانطلاق مع الاصحاب فما ترفضوش اي دعوات اجتماعية توجه ليكم خلال يوم الاربع والخميس والجمعة لان في التلات يام دول ممكن تظهر لكم فرص حلوة تقدروا تعقيدوا صدقات جديدة وتكون مفيدة تقدروا توتدوا صدقتكم اكتر ببعض الاصدقاء تقدروا تسترجعوا صدقات قديمة يعني ممكن تكون فات عليها وقت وما تقابلتوش فاشوف انه اربع وخميس جمعة تلات يام هيلين في العلاقات الاجتماعية وفي الاستمتاع بالوقت مع الاصحاب كمان يعني التلات يام دول الاربع والخميس والجمعة اشوف انه هما تلات يام ممكن جمان يبقوا مناسبين لتوطيد العلاقات مع العيلة فبرضو مش بس على الصعيد الاجتماعي لا كمان عائليا عندكم فرص هيلة للاستمتاع بوقتكم مع الاهل والقرائب مش بس مع الاصحاب بس زي ما قلنا انه فيه خمس ايام الحظ بيحلفكم خلالهم لكن فيه يومين كمان هيكون فيهم ممكن يعني الامر في وضع معاكس فيتطلبوا اليومين دول شوية انتباه وحذر منكم يوم الاتنين والتلات هيكون الامر في وضع معاكس معاكم خصوصا مهنيا وماليا فضروري في يوم الاتنين والتلات تشتغلوا بدقة وتحاولوا ترتبوا افكاركم واولوياتكم ووقتكم في اليومين دول لان ممكن يكون فيه ضغوط في الشغل او ضغط شغل كبير فلازم انكم ترتبوا اولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على اي شعور بالتشتت اشتغلوا بدقة عشان ما اتمسكش عليكم اي اخطاء حاولوا كمان تسيطروا على انفعلاتكم لو تعرضتوا لاي استفزاز فحفظوا على اللباقة في التعامل مع الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل بس لو اخدتوا بالكم من الحاجات دي الاسبوع كله هيكون حلو وكله اسبوع وانتو طيبين